أكد المرشح الرئاسي عبدالساند يماما أن أهم محور برنامجه الانتخابي هو إصلاح التعليم كما أشار المرشح الرئاسي إلى أن المحور الثاني في البرنامج الانتخابي هو الإصلاح التشريعي مضيفا أن رؤيته للإصلاح التشريعي تهدف إلى تحقيق تعاشة لمجلس الشيوخ وزيادة اختصاصاته التشريعية إلى جانب أهمية اختلاف اختصاص مجلس الشيوخ عن مجلس النواب من أجل تحقيق التكامل اشتركوا في القناة